مرحبا بكم تشاركوا دولة الكويت في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية في السودان اليوم السبت بوفد يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤوني مجلس الوزراء أنس الصالح بحضور عدد من الرؤساء والوزراء من حول العالم والآن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وتسمية أعضاء المجلس السيادية مباشرة حفلة توقيع الترتيبات الانتقالية في السودان بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالية مشاهدين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة من العاصمة السودانية الخرطوم حيث يجري الآن حفلة توقيع الترتيبات الانتقالية في السودان اليوم السبت حول الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وبالتالي تسمية أعضاء المجلس السيادية يرأس وفد دولة الكويت إلى حفل التوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وأيضا حضور عدد من الرؤساء والوزراء من حول العالم حيث تبدأ كما يراها المراقبون والمحللون السياسيون المتابعون للملف السوداني مرحلة جديدة في السودان حيث كما ذكرنا أنفا يوقع على الهواء مباشرة وتبادل الاتفاقات المبرمة بين قوة الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي حيث يوقع على وثيقتين دستورية وسياسية لتنظيم مرحلة انتقالية ترجمة نانسي قنقر